فالمرأة المصرية كمان يعني دورها بيتجلى في حاجات كتير لكن مؤخراً بالنسبة لجيلك وبالنسبة للأجيال اللي جاية بعد كده يعني إن 30 يونيو ثورة 30 يونيو أنا رأيي كانت أساساً ثورة المرأة المصرية لأن كل الشباب اللي طلع معاها دول ولادها يعني المرأة المصرية هي اللي ربت الشباب اللي حامى مصر من التفتيت فدي حاجة أعتقد أن القيادة السياسية أخذتها في الاعتبار لما أعادت الاعتبار المرأة للمرأة المصرية